في صباح يوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر 2024، تعرض اللاعب السعودي فهد الملد، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي، لحادث مؤلم في مدينة دبي بدولة الإمارات. وقع الحادث عندما سقط اللاعب من شرفة منزله في الطابق الثاني حوالي ساعة التاسعة صباحاً، مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة في أجزاء مختلفة من جسده. تم نقله فوراً إلى المستشفى، حيث يرقد حالياً في قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم. التفاصيل الأولية تشير إلى أن فهد المولد كان في منزله وقت الحادث. عامل النظافة في المنطقة هو الذي اكتشف الحادث وأبلغ الطوارئ فوراً، مما ساهم في نقله بشكل سريع إلى المستشفى. الفحوصات الأولية أكدت تعرض اللاعب لعدة كسور خطيرة. حتى اللحظة، لا تزال الأسباب الدقيقة وراء السقوط غير معروفة، والتحقيقات مستمرة، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة في محيط منزل اللاعب للتأكد من الملابسات. من جانبها، أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً رسمياً بشأن حالة اللاعب. البيان أكد أن حالة فهد المولد الصحية تحت متابعة مباشرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، وأيضاً الاتحاد السعودي لكرة القدم والقنصلية السعودية في دبي. النادي وجميع الجهات المعنية تعهدوا بتقديم كافة سبل الدعم لضمان حصول اللاعب على الرعاية الطبية اللازمة، مع تمنيات الجميع بالشفاء العاجل. الحادث أثار موجة واسعة من ردود الفعل في الأوساط الرياضية. زملاء فهد في نادي الشباب والمنتخب السعودي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة، عبروا عن تضامنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل. كذلك، نشر نادي الشباب رسائل دعم على حساباته الرسمية، مؤكداً متابعة إدارة النادي عن كثب لحالة اللاعب مع الجهات المعنية. الجماهير الرياضية أيضاً أبدت قلقها الكبير. الدعوات والتمنيات بالشفاء السريع انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي. الجميع في انتظار أي مستجدات حول حالة اللاعب، وسط ترقب واسع من محب كرة القدم في السعودية وخارجها. ختاماً، رغم خطورة الإصابات التي تعرض لها فهد المولد، يبقى الأمل قائماً. الدعم الذي يتلقاه من المسؤولين والجماهير يعكس مكانته الكبيرة في قلوب عشاق كرة القدم. الأمل بأن يتمكن من تجاوز هذه المحنة الصحية، وأن يعود إلى الملاعب مجدداً، محارباً كما عهدناه دائماً.